الانتحال هي تصنف ضمن خرجات المخزن هي ليست بالجديدة على الجزائر أو العالم العربي أو حتى العالم برمته هي خرجات قديمة جديدة هي سقطة من سقطات الدبلوماسية التي تعودنا عليها المخزن المغربي من خلال هكذا تصريحات وهكذا خرائط وما إلى ذلك لأن هذا العقلية التوسعية التي جاء بها المغرب أصبحت تهدد المنطقة وتهدد أمن المنطقة برمتها لما نشوف تصريح الوزير الحقوق والإنسان المغربي الأسبق محمد زيان الذي تكلم وقال أن هناك عقلية توسعية خطيرة جدا المغرب يعمل عليها من أجل إهام شعبه نشوف الآن الداخل المغربي هناك غليان على كل مستويات جبهة اجتماعية مضطربة عدم استقرار الملك المغرب غائب تقريبا لأشهر وروعيش خارج البلاد رئيس حكومة كذلك شركته نهبت كل خيارات البلاد يعني اضطرابات عميقة جدا النظام المغربي أراج توجيه الرأي العام المغربي بهكذا التصريحات وإلفاته حول الوضع الداخلي هذا من جهة من جهة ثانية إهام الشعب المغربي بأن المغرب هو يحقق التوازن في المنطقة من ناحية جيو سياسية وكذلك من ناحية جيو عسكرية ووضع نفسه كشرطي المنطقة نشوفه مؤخرا حتى أنه السياسة انتعوا اللي اعتمدها المغرب سياسيين اقتصاديين اجتماعيين أمنيا تعتبر عاكسة ويردد فعل لما تقوم به الجزائر مؤخرا جزائر ما قررت أن تتوجه للعمل الأفريقي من خلال التوسع الاقتصادي شوفه مثلا مع موريطانيا من خلال تكالاتفاقية طويلة الأمد أصبح المغرب في النقطة الحددية التي تجمع ثلاث دول بين الصحة الغربية والجزائر وموريطانيا أصبح يعني يعني يضرب القوافل التي تجري عن طريق المسيرات وهذا كله فشل فشل وراء فشل حتى أن نشوفه في الدستور المغربي في فصل رقم 42 وين يتكلم على الحدود الحقة وهذا ما يعطي مفهوم آخر هي مفهوم سلوك حربي سلوك عدواني عقلية وسعية هذا ما يخلق يرح زعزع المنطقة ولكن الجزائر بطبيعة الحال هي عصية على كل من يريد المساعد لها والويل تمتد يدو ومن الشعب الجزائر مسقية بدم الشهداء ولا خوف على الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر